السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا الداخل وطن وخارج الوطن ناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبيت ديزيد اليوم الحصة تعناول قد نتكلموا على الماجر وين يقدم نصائح لبقرة من أجل الفوز ضد المنتخب المغربي ويقدم نصائح لهم ومريح لهم عينهم ومدهم النصائحatta تعطي الخطاة اللي لعبته لرأس الأخضر الخطاة اللي لعبته لإيران الخطاة اللي لعبته لصعودية الخطاة اللي لعبته لكريستيانو وينها الخطاة اللي بيتمدها لها ربي قولنا يعني نصائح اللي بيتطيهم لو وينهم خلوا الراجل لقاركم بوقرة قار صبحتو تهضرو وتعطو نصائح البوقرة قاع صبحتو تنتيق دو بوقرة وقاع صبحتو يعني تعرفو خير من البوقرة يعني ما شبناكم شحنايا تعطو نصائح المنتخب الأول أو تنتيق دو يعني التشكيلة بساق عدم يعني بحقائق احنا ما نقولوش تنتيق دو التشكيلة تنتيق دو التشكيلة قاعدوا ما قاعدوا يشتم قال يهضروه قال يهضروه اشناش واحد يهضر قال باللي بن عمري تراجع في المستوى تهم مكاش ليهضرها مكاش لي قال ما هو السبب يعني عدم بروس كثيرا رياض محرز مع المنتخب الوطني في الاوينة الاخيرة جيبها من نيجر من المنتخب المباراة عن نيجر وروح حتى الاخر مباراة امام بوركينافاسو يعني شاهدنا محرز محرز ولا يسجل سجل امام بوركينافاسو من الكورة ثانية يعني تضيع فاتت تحت ارجل بنجاح شاهدنا وينسجل كذلك من الكورة ثابتة امام نيجر ما هو السبب نور ما متحدروا كيباش 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 الكورات ما تتعصيش رياض محرز كثيرا في المنتخب الوطني صباحنا ما نشوفوش محرز يعني يلعب كثيرا بالكورة من في المنتخب الوطني جزائري قاعد تنتقدو غوارديولا تنتقدو من تنتقدو من تنتقدو بالصح ما شفناكم شحنايا تنتقدو طريقة اللعب كيسموه ولا غير ربحاركم ساكتين خايفين ولا ميركم خايفين هذر الحقيقة در الصح اعجبكم انتم ماللاكس في المنتخب الوطني جزائري ولا تقارعو تايخ سرطيحو تجبدو خدامكم تولو زعامنا فما قديندور عليكم فما كنوالي نعاهيركم فما كنوالي نعام عجامة بالماضي نوالي عليكم انتم خايفين سكتو على حاقة قبل لنطيعو في الكارثة راح عجبكم ماللاكس عجبكم ماللاكس ايا نشوفوكم من هاللي دي القائمة الى تنتقدو نشوفوكم من هاللي جامة بالماضي دي القائمة رغب انه قل ليلعب في الريال مادريد ويكون روبلاس ومع عندي ما ندير به نشوفو انا منظر وكنقولكم غادي نشوفو بن عمري في الفارق الوطني الجزائري نشوف ماندي في الفارق الوطني الجزائري غادي نشوفوهم هذا حاذو الناس غادي نشوفوهم نورمال ويلعبوهما اللاكس يلعبو ديوما تشاميكو هوما لي غادي يلعبوهم هوما لي غادي يلعبو رغم انهم في اللي كي بتاحهم مارامش يلعبو الله يجعل ان شاء الله يجب أن يلعب 2 مات على الأقل 2 مات على الأقل في طعب الماضي يسيب حجة برد رغم النقص المنافسة رغم النقص المنافسة كبيرة اللي بن عمري اللي ماضي حتى بن عمري حتى بن عمري حتى بن عمري حتى وين كيسموه هذك هذك اللي لعب لهم يقارعوا سيدنا عيسى يهود يحييها هذك اللي يبرى باش يتبليسه ومن التبليسه يبرى وكي يبرى يتبليسه هذك هذك كيسموه عطال هذو 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 اللي قد يتشوفوه هذي اللي نقولو باليودي ما نشوفوكم خات شعلاك هذو 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 نصائح للناخب الوطني ماجيد بوغرة من أجل تحقيق الفوز في لقاء المغرب يوم غد السبت خلال حديث يوم الجمعة لإذاعة الوطن قلت لك يوم الجمعة الإذاعة وهذا تتكلم للإذاعة تعالي الكأس تعالي مصر تعالي مصر وركز ماجر على العمل استرجاع بالقول إنه عنصر مهم وهو استرجاع جيد للمنتخب الوطني قام بجهد كبير أمام مصر عكس المغرب الذي أراحه مدربه العديد من لعبيه خلال مباراة السعودية وأضف أعلم أن المغرب سجل أهداف كثيرة وهو ما يجب الحاذر منه إلى جانب تركيز على المدافع الأيمن والعيصر للمنتخب المغربي موشي إلى أن جاهزية تلعب دول كبير جداً وأنه لا يستطيع إعطاء أسماء للعاب اللعابين أساسي لأنه ليس متواجد رفقة الطاقم الفني يؤكد ماجر في الأخير أن الداربي المغربي يوم السبت سيحسن في جزئيات صغيرة جداً وأن تركيزه يوطي لتسعين دقيقة العمل مهم جداً لضفر بورقة تأهل يا ودي ماجر أنا خال من هدرتك من هالي قلت لهم من هالي ماجر قال لهم سنروحوا كوب ديموند كارديو فينال المستوى ولا مولي هالي كنتوا تقولوا بلي هذا منتخب مكة جبنا كوب دافريك وأنا رأني فرحت البالح بالشيخ عاود ولا الهدف ينتقد في بقرة وينتقد في إبراهيمي يمكن إن شاء الله بربين شوفوا إبراهيمي ويكون اللعاب الحاسم ولا بونجحي للعاب ولا بونجحي للعاب المiding لا معهر قال الظوالي يا أهر فهو بقية اعلام مجبر ومجبر مجبر ومجبر فهو بقية اخيه يحضرون لك يقول لك بطرون ثم يردون بطرونة قادرين يردون بطرونة لا يوجد مبادئ يدورون على الكسام يدورون على هذا الجمهة مالذي وعقبلون على هذا الجمهة أي غلطة فهو ما اجرمي كانت أكثر منه انبي شهره ومسكين منه حضرهم كما تعلمون حياتهم مجبورين ومأجورين عندهم أيضًا يمشي معك راه يأكل غدوة إن شاء الله تقلع له المعجون يدور عليك السلام عليكم ماكاش 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 نواله أضرب برك أضرب ونضرب ما عندهم شي ما ما عندهم شي واحد يقول لك لا أكل مننا لا مكاش كاشق